والتلت شيرينة عبدالوهاب مادام كريمة برضو كلمت عمر اديب اول كلام لمادام كريمة قلت له يا استاذ عمر انا بس تنجد بيك انت والريس علشان تنجده بنتي من حسام حبيب قالت مادام كريمة من بعد حفلة مصر جي معاها البيت على الاستوديو وقعدوا مع بعض قعدوا تلات يام يشربوا وطلعت اتخانقت معايا وطلعت اتخانقت مع بنتها وطردتنا وقالت لنا طلعوا برا وانا قلت لها ايه اللي جابوا تاني قالت لي انا حرة وانا شيرينة عبدالوهاب وطردتني وطردت اختها علشان هي مش داريانة من كتر الشرب هو اللي امرها بكده هو ما بيحبش حد منا هنا علشان يعرف يستفرد بيها وانا طردت حسام حبيب وقلت له ايه اللي جابك هنا قال لنا هتجوزها قلت له لما تبقى تشوف حلمة ودنك وانا اللي جيت هنا لبني وترجيته علشان يعمل كده لان ما كانش في حد قادر عليها عمر اديب رد على كلام مادام كريمة وقال لها قال لها حجة كريمة شيرين من الصغيرة وهي تاخد قرارها بنفسها بس انا كل المستغرب له موضوع المستشفى دي اول مرة عرف ان حد يروح مستشفى ويقعد غصب عنه ما يرفش يخرج منها ردت وقالت له انت ما بتعرفش يا بتعمل ايه طول الليل بتفضل تشرب هي وهو وبعدين هو قاعد هنا بصفته ايه